موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن معلومات وصلتنا من المطبخ السياسي الجزائر حول ما يستعد له النظام الجزائري وما يخيطه للمرحلة القادمة دعوني في البداية أشكر الجميع نشكركم واحد واحد على اهتمامكم ومتبعتكم وعلى ثقتكم اختلفتم معنا برقي شكرا توافقتم معنا بوعي وحرص شكرا من هاجمنا فوضنا أمره لله تعالى إن كان جاهلا ستعلمه الأيام وإن كان حاقدا حاسدا فهو لن يضر إلا بنفسه فلا يمكن لأي قلب أن يكون مطمئنا وهو مليء بسواد الأحقاد والضغاء والكرهية في هذا الإطار أعلمكم أنه بفضل الله تعالى تمت عملية توثيق هذه القناة لدى إدارة اليوتيوب وهو شيء جيد يضاف لهذه القناة هذا من جهة من جهة أخرى قد تحصلنا على درع اليوتيوب بعدما بلغت القناة ومئة ألف متابع الآن تجاوزت هذا العدد وشكرا للجميع على الثقة شكرا على الاهتمام شكرا على كل شيء أمر آخر نحن لسنا من الذين يهمهم الكم بقدر ما يهمهم الكيف هذا الذي يهم أنا بالنسبة لي واحد واحد متابع واعي ومتخلق وصاحب رسالة وصاحب قضية أكثر من أفضل بل أفضل من مليون متابع بلا قضية ولا وعي ولا فكر ولا أي شيء ولا خلق هذا هو المبدأ فقد ذكرنا هذا الموضوع باش نشكر المتابعين ونشكر على ثقتهم واهتمامهم موضوعنا كما قلت هي معلومات أولا تتعلق ببعض التحركات التي يقوم بها خالد نزار منذ عودته إلى الجزائر وتتمثل هذه التحركات أن خالد نزار منذ عاد إلى الجزائر لم يعود كمتهم كان عنده أمر بالقبض الدولي وتم استرجاعه حتى لو كانت صفقة حيث يفرغ الأمر بالقبض وينهي قضية ويعود إلى بيته بصفته كان وزير للدفاع ويكمل أيامه لا الرجل تم استعادته ذمن مشروع ذمن صفقة أو في إطار عودة سقور حقيقة دائما نضحها بين ظفرين هذه كلمة سقور المؤسسة العسكرية عادوا بقوة وهيمنوا مجددا على الجيش وعلى المؤسسة العسكرية هنا نقطة أفتحها 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 مهمة كثير يظنون أنني من الذين ينتغرون التغيير من المؤسسة العسكري التغيير السياسي في البلد يصنعه المجتمع المدني يصنعه الطبقة السياسية لا يتصنعه المؤسسة العسكرية لا يأتي من الثكنات الثكنات يشكل قوة إلى مسار معين فقط أما أن ننتظر أن المؤسسة العسكرية تصنع لنا التغيير وتصنع لنا مشروع لبناء الدولة والحفاظ عليها فهذا وهم كبير المشروع السياسي لا يمكن أن يأتي من الثكنات ولا يمكن لجنرالات تربوا على الإعاز العسكري وقضوا أعمارهم تحت أمر طبق أنه يتحول إلى ديمقراطيين ويتحول إلى سياسيين بين عاشية وضوحة هذا يجب أن مفرغ منه عندما سندنا المرحلة الماضية أن الجيش التزم التزامات تجاه تجاه الحراك الشعبي تجاه العصابة حتى وإن كان بلا أدنى شك هناك خلفيات ما بين هؤلاء ولكن على العموم كنا نتكلم عن المؤسسة العسكرية وانتهى الموضوع لذلك لم نراهم يوما على تغيير تصنعه المؤسسة العسكرية لم يحدث في التاريخ أن العسكر صنعه تغيير سياسي لذلك لا يمكن أبدا أن المؤسسة العسكرية ننتظر منها أنها يتصنع التغيير السياسي هذا وهم كبير حقيقة أنه عندما انتفض الشارع الجزائري وحدث ما حدث كانت المؤسسة العسكرية هي القوة التي فرضت على بوتفليقة إيقا الاستقالة وكانت القوة التي أدت إلى بعض الوجوه من العصابة إلى السجون وكانت هذه الأمور ولكن لم يكن هناك مشروع سياسي لدى المؤسسة العسكرية لا يوجد أي مشروع لو كانت المؤسسة العسكرية كانت لديها مشروع سياسي واعد ما حدث بمجرد رحيل القيد صالح اللي كانوا معاه بين سجين ومتقاعد ولا بلا قيمة والناس اللي كانوا معاه يطبقوا في الأوامر بل أنهم كانوا لحط يحرضوا فيه على كثير من الأمور بينهم السعيد شنغريحة مباشرة هو تولى المنصب هو انقلب انقلاب تام على المساب لذلك هذا طبع المؤسسات العسكرية كل قائد يجي يمسح لأخر ولكن الإشكالية أن القيد صالح كانت عنده بصامات سياسية عندما جاء شنغريحة أراد محو هذه البصمات البصمات سياسية من المفروض يحافظ عليها تبون مشكلة تبون أنه عندما جاء للرئاسة كان تحت جناح القيد صالح عندما ذا راح القيد صالح أراد أن يكون تحت جناح العسكر مرة أخرى ولكنه لكن شنغريحة جاء بمشروع واحد آخر يتنافع على حتى حتى تبون لما كان يطلق في الوعود كان يطلقها بناء على ما يرضي القيد صالح وبناء على ما شاف أنه القيد صالح يحب يحققه وعندما راح القيد صالح لقى روحه كما يقول عريان لا عسكر معاه لا سياسيين معاه لا مجتمع معاه لا شعب معاه لا أحزاب سياسية معاه راه يطبق في الإعازات العسكرية عادي جدا وهو يبتسم ويضحك فقط من أجل أن يحافظ على منصبه كرئيس لذلك الذي يقول بأن تبون هو الرئيس الفعلي وأنه يتخذ قرارات راهم يضحكون على الضقون مات يكون الرئيس فعلي عندما تكون لديه قوة شعبية عندما يكون صاحب قرار عندما يكون الشعب اللي انتخب وراءهم واجتماع مدني راءهم مؤسسات آت سياسية ومرأه أحزاب ووراءه كتل كتل أما يكون هكذا فقط حتى الناس اللي سكتين عليه هو اللي يتبلونه فقط لأنهم تلقوا الإعازات من الثكنات العسكرية فأعتقد بأن هذا خطأ كبير لذلك من يراهن على تغيير يحدثه العسكر فهو واهم لأن عمر العسكر لا حمله مشروع سياسي في أي بلاد إذن هذه النقطة فقط أردت توضيحها حتى ما تكثر المزايدات نعود قلت أنه خالد نزار لما رجع في إطار هذه الصفقة في إطار هذا التغيير في إطار هذه الردة في إطار هذا الانقلاب أب على المسار الذي كان قائما أمن صار يعقد جلسات في الفيلانتاع اللي تشاهدونها على الصورة وهو هو جار للجنيرال توفيق الجنيرال توفيق ها هو بيته أكم تشاهدونه في الصورة فالجنيرال توفيق لا لم يعقد جلسات اكتفى بمحيطه المقرب جدا 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 منه وعائلته وأفراد عائلته ولكنه عنده تواصل دائم ومستمر مع خالد نزار خالد نزار هو الذي يتحرك استقبل مدراء بعض المدراء المؤسسات الإعلامية استقبل جنيرالات فاعلين حد الآن في المؤسسة العسكرية واستقبل أيضا سياسيين وهناك معلومات تتحدث أنه التقى مع قياديين في الأرندي قياديين من جبهة التحرير ويحاول أيضا أن يلتقي مع بعض الأحزاب الأخرى ومن بينهم أحزاب محسوبة على الطيار الإسلامي وهذه اللحظة على حسب المعلومات أنها لم يصلنا أي شيء ترى ما الذي جعل خالد نزار وهو عسكري سابق ومتقاعد قاعد وكان فار من العدالة يتحول إلى بيته إلى مركز لإخاطة أشياء ما ربما على طريقة العربي بالخير أيام زمان أو شيء من هذا القبيل أمر آخر أنه التقى مع شنغريحة على الأقل مرتين ومعهم الجنرال توفيق ترى ماذا يطبق هذا المثلث سعيد شنغريحة الجنرال توفيق الجنرال السابق خالد نزار أيضا بلا أدنى شك أن هذه اللقاءات تندرج ضمن مخطط المخطط الأول يتعلق بمواجهة التحديات القادمة فيما يتعلق مع المغرب فيما يتعلق الصحرى الغربية فيما يتعلق أشياء هذه بلا أدنى شك سيتم رهو رهو يتم الخوض فيها الأمر الثاني يتعلق باحتمالية عودة الحراك الشعبي وليكن في علمكم أن هذه الاجتماعات متخذ هاجس 22 فيفري 2021 أنه من المحتمل جدا أن يعود الشارع للانتفاضة لأن كل عوامل عودة الشارع للانتفاضة قائمة فلا شيء تحقق ولا مشروع قائم ولا الدولة ظهرت عليها بوادر التغيير بل هي على الطريقة البتفليقية كما كانت المؤسسة العسكرية والجنرالات عادوا بقوة يفرضوا في أنفسهم في المشهد السياسي يفرضوا في أنفسهم على الوزارات والحكومة وكذا 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 الأمر عاد إلى ما هو أسوأ من عهد بوتفليقة على الأقل في فطرة بوتفليقة بوتفليقة نجح إلى حد كبير في تحييد العلبة السوداء في تحييد العسكر وأبعدهم عن المشهد أشهد بطريقة سيأتي اليوم نتحدث فيها وإن كان الجزائريين صار ما يهمهمش كثير إيرا الماضي بقدر ما يهمهم المستقل الحاضر والمستقبل هناك نقطة أخرى تجدر الإشارة إليها أنه هناك ضباط من الاستخبارات التقوا مع أويحيا التقوا مع سلال التقوا مع علي حداد التقوا مع تحكوت التقوا مع جمعت كونيناف التقوا مع ذهبوا إليهم في السجون والطريقة التي لما يعرفش السجون طريقة لما يجي يريد ضباط المخابرات أن يلتقوا بمسجون كين طريقتين الطريقة الأولى أنه يجوه يبعثوله عن طريق مدير السجن مدير السجن يأخذه يديه إلى مكتبه وبعد ذلك يجد الضباط في انتظاره هذه حالة ولكنها دائما تحت الأنظار وأنه واحد يتوله بعد يدوه تضع علامات استفهامه كذا كذا أمر آخر المحتمال الثاني أنهم يلتقوا معه في عيادة السجن حيث أنه الطبيب يرسل إلى هذا على أساس يقوله عندك موعد عند الطبيب ولا شيء هو يمشي للطبيب يوجد في غرفة الطبيب ضباط استخبارات هناك يتحدث معه وبعد ذلك يغادر بصفة عادية لا يلفت انتباه حراس ولا يلفت انتباه مساجين ولا يلفت انتباه أحد هذه الحالات هؤلاء التقوا معهم ماذا دار بينهم الله أعلم ولكن هناك تسريبات من جهات أخرى تتحدث على أن السلطة بصدد أمرين الأمر الأول يتعلق بالخيار الأمني فيما يخص مواجهة الحراكة الشعبي في حالة اندلاعه لذلك أكثر هذه الفطرة في قضايا الأخبار وإلقاء القبض على إرهابي يسترجع الأسلحة والمخاب وكذا 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 رغم أنهم في فطرة ما كانوا يتحدثون عن بقايا الإرهاب ويقولوا بلا رو تم القضاء عن الإرهاب ورهم هبتوا للصحراء وكذا وكذا بل أنه في فطرة سابقة حدثت عمليات توقيف إرهابيين من طرف العسكر ورغم ذلك لم يتم تناول الأمر في الإعلام لأنهم بذلك لا يريدون أن يظهروا بأن الإرهاب ما زال قائم الأمر الثاني لا يريدون أنه يعلموا أصحابهم وشبكاتهم بأنه تم إلقاء القبض حتى يستنطقوه ويعرفوا مخاب اللي يعرفهم والمعلومات اللي يعرفهم والجماع اللي يقومون بالتمويل والإمداد وكذا وكذا دائما يمسكوه وما يتحدثوش عنه هذه الأيام بمجرد ما يخرجوهم الغار نتاعوا ولا الكازمان نتاعوا يحكم يصوروه وينشروا في صفحة في الفيسبوك لأن هذه المرحلة المرحلة السابقة كانت مرحلة لا يريدون إظهار أن الجزائر فيها إرهاب وأنه وأنه كما ذكرنا مصلحة أنه القبض عليه أما المرحلة هذه فهم يريدون أن الجزائر في خطر ويظهروا الإرهاب وأكثر من عمليات المخدرات انقبض على المخدرات والعسكر ألقوا الأطنان وجاء من المغرب ويظهروا حتى المتهمين مثل ما ظهروا ذلك شخصيين قالوا أنهم من المغرب لأنهم يريدون أن يعيش الشعب على هاجس كي ينهاجس كورونا هاجس الأمن هاجس الإرهاب هذه كلها هواجس وهذه هي نظرة خالد نزار لو يعرف الناس اللي يعرفوا خالد نزار عارف التسعينات وتابعوه كيف يفكر وكيف يريد يحس ويشعر نزار التوفيق يشعر بأن ما يحدث الآن هي رؤية تنزار التوفيق ومعهم شينغريح أيضا الذي لم يخرج في تفكيره عن هذا الإطار أصلا من قبل من قبل من زمان هذه رؤيته إذن يريدون أن يعيش الشعب الجزائري في هاجس الخوف من الكورونا من الإرهاب من الإنفلات الأمني تهريب المخدرات وهاجس الحرب التي تحيط بالجزائر من كل جانب على الأقل هذه تخلي الناس يترددون في قضايا العودة إلى الشارع مجددا لأن المؤسسة العسكرية ليست لديه استعدادات أن تواجه الشارع أو أن الشعب يخرج بعد ذلك تنقلب عليه بصورة أخرى على عكس الصورة التي كانت في 2019 لذلك هذا الهاجس الأمر الثاني المعلومات المتوفرة لدينا أن السلطات تريد عملية مقايضة مع هؤلاء فقد تأكدت المعطيات أن هؤلاء أخرجوا أموال طائلة إلى الخارج تروا فنادق ممتلكات حسابات بنكية ضخمة في سويسرا في ألمانيا في إسبانيا في فرنسا وكذا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ويريدون بهذه الطريقة أنهم يقايضوهم الحرية مقابل المال لأن الشخص لما يهو اللي يروح ويسترجع أموال سهل جدا مش مثل أن الدولة تريد تسترجع هذه الأموال ستقضي سنوات ربما ربما لا تستطيع استرجاعها أبدا لأنه صاحبها في السجن ويعرف القضاء الجزائري بأنه قضاء غير مستقل وربما أنه هذه تمت ما كان حتى دليل يثبت بأن هؤلاء سرقوا هذه الأموال لأنه كانوا يخذوا فيها بطرق بطرق مشاريع وكذا وكذا هذا ما كان يجري منذ فطرة محاولة استرجاع المال المقابل هذه الحرية وهذه عدم المتابعة وعدم الضغط وعدم فتح ملفات أخرى تجاه أشخاص كانوا أنوا عليهم علامات استفهام ومتورطين وموجودين في السجون هذا عكس مثلا للخليفة الخليفة اللي غيروله سجنه من الحراش إلى الشلف في الفطرة الأخيرة كل الأموال اللي كانت عنده كانت في الجزائر فتمت مصادرتها ما عنده أموال في الخارج لو كانت عنده أموال في الخارج لعملوا المستحيل على أن لا يسترجعوه ويتركوه هذا الأمر أيضا سار مع جمع تكوني ناف وكذا 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 ترى ما الذي سيحدث في الأيام القادمة الله أعلم لكن المؤكد أن هذا ما يجري في هذه الفطرة أمر آخر أنها حدثت اتصالات مع شكيب خليل في الولايات المتحدة الأمريكية لأن السلطة الجزائرية أرادت بعدما القرار الذي اتخذه ترامب فيما يخص الصحراء الغربية أرادوا أن يحاولوا استعمال واستغلال العلاقات التي يملكها شكيب خليل في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل أن يلعب دور ما مقابل توقيف المتابعات في حقه ومثل هذه الأمور ربما أقول ربما وليس الأمر مؤكدا أنه في الفطرة القادمة سنشهد عودة شكيب خليل أو ربما حتى يرجع من دون أن يتم الإعلان عن ذلك لأنه حتى أنه طلق وعود المتابعات ولا أي شيء من هذا القبيل ستتوقف ستتوقف في حالة أنه أحقق الشروط التي يجري الحديث عنها أمر آخر أنه وصلتنا معلومات أنه في أطباء جاءوا من ألمانيا كانوا يعاجوا في تبون كانوا في الجزائر وعودوا غاضروا الجزائر وأنه تبون سيغادر الجزائر خلال الفطرة القادمة لا أستطيع أن أحدد متى من أجل استكمال عملية العلاج في ألمانيا ترى هل سيذهب غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أو بعد أسبوعين لا أدري ليست لديها معلومات إذا وصلت معلومات في حين سأخبركم بها ولكن المعلومة التي قيلت لي أن تبون سيعود إلى ألمانيا في العلاج بعدما الآن أكمل كل ما هو مطلوب منه وقع لهم الدستور وقع لهم قانون المالية من المفروض أنه سيتم تحل الحكومة ولكن على ما يبدو أنه تم تأجيل ذلك إلى وقت لاحق لا أدري متى المهم أن الطبخة تسير على قدم وساق والمؤكد يقينا أن ما تقوله السلطة ليس حقيقة ما يتم طبخه في الداخل لو كان الأمر يتعلق بقضايا أمنية تتعلق بالحدود وأشياء أخرى ليس من حق الشعب الجزائري ولا أن يعرف كل هذه المعطيات فهي معطيات أمنية ومعطيات تتعلق بالأمن القومي الجزائري ولكن وأيضا معلومات تتعلق بالعسكر ومثل هذه الأمور ولكن الأمور تتعلق بسياسة معينة يقودها ثلاثي ثلاثي صار صار هو الذي يتحكم في دوليب وسلطة القرار تبو لا يمتلك أي قرار ولا أي شيء ولا يستطيع أن يعين حتى موظف بسيط في مكتبه أؤكد لكم هذا الأمر وإذا اتخذ أي قرار فإنه يعطى له من طرف المؤسسة العسكرية أو أنه يقترح هذا الاقتراح وتتم الموافقة عليه وسبق وأن أراد توظيف بعض الناس ولكن الأمن في ذلك الوقت رفض ذلك فلم يدخل معه رئاسة الجمهورية مشكلة مشكلة أن الرئيس عندما يأتي إلى الحكم وليس له طاقم وليس له رجال معاه كذا وكذا وكذا يحدث له أسوأ مما نراه الآن مع عبد المجيد تبون الذي دائما يبقى عبارة عن مرحلة يتم من خلالها بسط الأمور وتتجه بعد ذلك لاحقا إلى قرارات أخرى ربما انتخابات رئاسية مسبقة ربما استقالة ربما عزل أو ربما يكمل المشوار وهو تحت أوامر قيادة الأركان هذا ما لدي الآن أردت أن أقوله لكم ألقاكم إخواني الكرام في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة